ملخص كتاب التفكير السريع والبطيء إن كتاب التفكير السريع والبطيء غني بصورة مزهلة فهو كتاب واضح وعميق ويحتوي على الكثير من المفاجآت الفكرية وقيم المساعدة الذاتية كما أنه مسلي طوال قراءته ومؤثر بشكل كبير وخاصة حينما يقوم كاني من بسرط تعاونه مع صديقه تفريسكي فقال المتعة التي وجدناها في العمل معا جعلتنا صبورين بصورة استثنائية فمن الأسهل السعي من أجل تحقيق الكمال حينما لا تشعر بالملل أبدا وعلى الرغم من أن التفكير السريع يكون مفيد في بعض الأحيان عند اتخاذ قرارات صغيرة كاختيار الزي ولكن ولا يكون مفيدا عندما يتم اتخاذ قرارات أو خيارات هامة في الحياة الشخصية والمهنية مثل التفكير حول ما إذا كان يجب أن نبدأ في عمل تجاري جديد أم لا في بعض الأوقات ما يكون الشخص مزنبا بأن يتصرع في تقرير الأشياء بدلا من التفكير فيها بتدبر وبالتالي يكون هناك أثر سلبي على الأفعال وللإبطاء بصورة فعالة خاصة في المواقف الخطرة بشدة يكون الشخص بحاجة إلى فهم سبب توجهه إلى التفكير السريع في المقام الأول وعند قراءة كتاب التفكير السريع والبطيء لدانيال كانيمان عالم النفس الشهير حول العالم والذي حاز على جائزة نوبل في الاقتصاد فسوف يكون بمثابة مواجهة للصعوبات والتباطئ والتخاذ القرارات وبالتالي سوف يتم اكتشاف طرق التفكير وفهمها من أجل تحسنها وبالطبع سوف يساعد هذا الكتاب في ذلك إن كتاب التفكير السريع والبطيء يدور حول ثلاث نقاط هامة ويتتلخص في التالي يتطلب حل المشكلات المعقدة عملا عقليا لذا فإن دماغنا يتأرجح عندما نكون متعبين أو متوترين في بعض الأحيان نتقوم بالتفكير بسرعة وأحيانا يتم التفكير بالبطء وتتمثل واحدة من الأفكار الأساسية للكتاب حول عرض طريقة استخدام العقل للنظامين في عمليات التفكير واتخاذ القرارات إذ أن النظام الأول يعمل بشكل حدثي وتلقائي وهو ما يتم استخدامه للتفكير السريع ومن الأمثلة على هذا حينما نقود السيارة وفي ذات الوقت يقوم النظام الثاني باستخدام حل المشكلات والتركيز وهو ما يتم استخدام في التفكير البطيء والمثال على هذا حينما نحسب مسألة حسابية أو نملأ أقراراتنا الضريبية وبما أن التفكير البطيء يحتاج إلى جهد واعي فيكون من الأفضل تفعيل النظام الثاني حينما يكون لدينا ضبط النفس والتركيز وعلى الرغم من ذلك ففي المواقف التي لا نستطيع فيها التفكير البطيء مثل عندما يشعر الشخص بالتعب أو التوتر فإن النظام الأول هو الذي يتولى التفكير بشكل متهور مما يغير الأحكام وبعد قراءة الكتاب سوف يدرك القارئ أن تفكيره السريع يعود إلى كونه مجهولا في كثير من الأوقت ولم يمنح نفسه الكثير من أوقات الرغم فإن الشعر بالإرهاق والتشدد في أواخر الأيام الشقة يجعلنا نستخدم النظام الأول السريع من أجل اتخاذ القرارات بدلا من استخدام النظام الثاني اللي هو البطيء وللنتفادى تلك المشكلة لابد من وضع المزيد من فترات الروحة مما يساعد بصورة كبيرة على التخاذ خيارات أحدا أحد الأسباب الرئيسية للقرص إلى الاستنتاجات وهو التحيز التأكيد يقول كانيمان في كتابه أن النظام الأول يكون ساسج ومنحس إنما النظام الثاني يشكك ويدساء وإن الأشخاص يحتاجون إلى النظامين من أجل تشكيل معتقداتهم وقيمهم فالشخص في كثير من الأوقات عند التخاذ أو لأي قرار يقوم بالبحث عن أدلة ليدعم بها اختياره بدلا من أن يشكك ويعثر على الأمثلة المخالفة وبالتالي قد لا يكون تخذ القرار الصحيح في العديد من نموك فعلى سبيل المثال قبل أن يتم قراءة الكتاب فإذا كان الشخص سوف ينتقل إلى مدينة أخرى ويبحث عن شقك ففي البداية سوف يفكر في أن ينتقل إلى مكان محدد قد فيه توصية أحد أصدقاء في هذا القرار سوف يبدو أسهل مما يمكن فعله ولكن بعد أن يقوم بقراءة الكتاب فسوف يعلم أنه قد تصرع بعض الشيء في اتخاذ القرار وأنه اعتمد على الدليل الذي يدعم انتقاله إلى تلك المدينة توصية صديقه بدلا من أن يفكر في كل الأمور أما الآن فسوف يفكر في إلقاء نظرها على عدد متنوع من الخيارات مع الأشياء التي تعجبه والأشياء التي لا يحبها في كل شق أو لا تنزل كالسعر والموقع ووسائل الراحة عند اتخاذ القرار يجب أن نركز دائما على عوامل متعددة ترتبط غالبية القرارات على التوازن بين عوامل مختلفة ولكن في بعض الأوقات يكون التركيز قائم على العمل الوحيد الذي نحصل منه على أكبر عدد من الروح أو المتع والذي قد يكون خطأ كبير بس أن العامل الذي نشعر فيه في البداية بأنه مرديا هو ما يعطينا متع أقل مع مرور الوقت في الغالب وعن طريق استخدام ذلك المنطق والنظر إلى الصورة الكبرى يتم التأكد من اتخاذ القرارات وفقا لأسباب مختلفة ففي عملية البحث عن شقة سوف يتم أعطاء الأولوية إلى البحث عن المباني التي تجتمل على سطح وصالة ألعاب رياضية ولوبي مؤلف كتاب التفكير السريع والبطيء إن مؤلف كتاب التفكير السريع والبطيء هو عالم النفس دانيال كنيمن الموليد 5 مارس 1934 في فلسطين وهو عالم نفس إسرائيلي المولد قد حاز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 2002 نتيجة لقيامه بدمج البحث النفسي مع العلوم الاقتصادية وقد درس كنيمن عمله الرائد الحكم البشري واتخاذ القرارات في ظل عدم اليقين وبعد حصوله على الجائزة تقاسمها كنيمن مع الاقتصاد الأمريكي فيرنون لسميس أما عن دراسته فقد درس كنيمن علم النفس بالجامعة العبرية في القدس وحصل على البقر للريوس في عام 1954 ثم توجه إلى جامعة كاليفورنيا بيركلي وحصل على الدكتورة عام 1961 ثم عمل محاضراً ما بين 1961 ل1970 ثم أستاذاً ما بين أعوام 1970 ل1978 لعلم النفس في الجامعة العبرية وقد شارك العلم والصديق العزيز دانيال كنيمن في الكتاب وهو عموس تفريسكي والذي توفى في عام 1996 عن عمر يونيس 59 عاماً ولو كان تفريسكي حي حينما حصل دانيال على جائزة نوبل لكان بالتأكيد قد شاركها معه كنيمن فهو مساعده منذ وقت طويل كما أنه أعز أصدقائه بعد أن يتم التعرف على ما يفعله كتاب التفكير السريع والبطيء في عقول وتفكير الأشخاص وكيف يدركون للسبب وراء اتباعهم نظام التفكير بسرعة واتجاههم إلى التفكير البطيء والتدبر في اتخاذ القرارات فبالطبع سوف يسعى الكثير حول شراء الكتاب ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن القيام بشراء كتاب التفكير السريع والبطيء من خلال المتاجر الإلكترونية عبر الإنترنت بكل سهولة ترجمة نانسي قنقر